تصعد اسرائيل من هجماتها وقصفها الجوي والبري على قطاع غزة من شماله إلى جنوبها بموازات الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع وسائل إعلام فلسطينية أفادت بمقتل وإصابة العشرات في قصف اسرائيلي جوي وبري على عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة وسط استمرار الجيش الإسرائيلي بمحاولات التوغل بريا على عدة محاور لاسيما في مدينة خان يونس جنوبية القطاع وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فإن عددا من المدنيين قتلوا وأصيبوا جراء غارات جوية وقصف مدفعيا إسرائيلي على محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف إطلاق النار بمحيط المستشفى الذي يحاصره منذ أكثر من أسبوع وطالب عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري للمجمع كما قتل ثمانية عشر شخصا وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية على منازل سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على حي الزيتون ولجان تشرف على توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في المدينة وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدة أشخاص باستهداف منزل في حي الجنينة ومخيم يبنى في مدينة رفح جنوبية القطاع تزامنا مع قصف جويا ومدفعيا استهدف حي الأمل بخان يونس وبلدة القرارة شمالية المدينة وسط اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التوغل في أحياء غرب المدينة